استهل الممثل الخاص وكبار الوسطى المشترك لبعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور اليونميد السيد ماتين أموبي لدى وصوله إلى الفاشر في 11 يناير 2016 استهل عمله بالاجتماع بناء بوالي ولاية شمال دارفور السيد آدم النحلة وكبار مسؤول الولاية وقد رافق السيد أموبي في هذه الزيارة السيدة بنتو كيتا نائبة الممثل الخاص وكبار مسؤول اليونميد وقد أثنى الممثل الخاص المشترك خلال الزيارة على علاقة العمل الطيبة بين البعثة وحكومة ولاية شمال دارفور وأعرب عن رغبته في استمرار التعاون مع السلطات الحكومية لتحقيق أهداف تفويض البعثة شكرا لكم ولدعمكم الدائم لليونميد من قبل الإعلام ومن أهل السودان الطيبين وبناء على ذلك أود أن أقول أنا هنا لنواسل مسيرة العمل معا من أجل السلام بإخليم دارفور وأيضا الاحتمام من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والموزفين بالليونميد من أجل قضية السلام في دارفور وتحقيق الأمن من جانبه أعرب نائب الوالي عن تقديره لزيارة الأممثل الخاص المشترك وأثناء على التعاون القائم بين اليونميد وحكومة الشمال دارفور وعد ذلك توجه السيد أموبي إلى رياسة البعثة بالفاشر حيث جرت مراسم تفقد الحرس إيذانا بتسلمه مهامة ترجمة نانسي قنقر